عمر عبد الرحمن ووفاته داخل أحد السجون الأمريكية كان الخبر الأبرز في معظم الصحف العربية الحياة اللندنية العنوان وفات عمر عبد الرحمن في سجنه الأمريكي التفاصيل عن وفاة من أسمته الحياة بالأبد الروحي للجماعة الإسلامية الدكتور عمر عبد الرحمن داخل أحد السجون الأمريكية حيث كان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة تحديدا في قضية تفجيرات نيويورك 93 مركز التجارة العالمي الحياة بتقول أنها علمت من بعض المصادر الخاصة بعائلة عمر عبد الرحمن أنه أوصى بدفن جثمانه في مصر وأنه طالب أسرته بأن يتم تشريح جثمانه بعد وفاته إذا ما توفي في أي لحظة وإجراء تحقيق لمعرفة أسباب وفاته من خلال هذا التشريح أيضا وفقا للحياة بيقولوا أنه في بعض المخاوف من استغلال عدد من التنظيمات المتطرفة لهذه الوفاة لا تنفيذ عدد من الهجمات سواء في العالم العربي أو حول العالم